أن شفت اللي سار بعد العرض المسرحي تاع سي نامي النهدي المتعليك يعيشك أنا زيدة سقصد العرض سامحني قلت أنه يغير السيجي يجب أن نحكيه عليه ومعاً لن نحكيه عليه على سافي نذكر إذا أنت سافي شنو رأيك في اللي سار نهي والله أنا كانت تحكينا ساعة شنو سار بالذبط نعود ونذكروا ناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا واللي ما عندهم شي فكر على الحكاية هو إليا دو جوغ عمل الفنان القادير لمن نهدي عمل سبكتاكل نتاعه ودنك في سبكتاكل أبغاما معنايا سبكتاكل ما نالش أعجاب الجماهير وخرجوا مربع ساعة لولا فهم علي قول من الساعة لولا وشفنا حاصيله في الفيسبوك وفي اللي باج وفي الانستغرام شفنا قداش معناها شفنا السبب والشتم والأغرسيفيتي اللي تعرض لها والهجوم اللي تعرض له دوك أنت معا أو ضد اللي صار اللي مينا النهدي معتها ردة فعل الببليك اللي كان حاضر اللي أنت معا أم ضد هو أنا من النجاح مش نكون معا الأغرسيفيتي اللي رافيها ساع لديكم مطير بيانصور ضد أنت ضد سافي سعيد نحب نسأل واسين بكوش على اللي صار في عرض سيلة مينادي قولي هو اللي صار معناتها تاو براتيك ماو معناتها ثلاثة أيام ثلاثة أيام فهم عرض سوسة وبعد عرض كارتاج والبارح مدير مارجين صلقتها معتعمل لانيولاسيوم معاش بتنيش أنا الحق أنا بدي معاش بتنيش سمعته في الراديو معناتها قاعد من سوق نسمع فيها في الراديو قال معناتها ما قصوا حتى تيكي وعلى شنو أصار ومنحبش يدخل في الريس كل عرض شو أنا راني معا أي واحد أنه ما يعجبوش عرض ولا ما يخرج وراو غزورينات كامش نحكيو عالعروض راهو العروض اللي صارت في تونس الكل متع الفنانين الكل راهو فهم عبيت القام يخرجوا من لو الماجبوش العريح في كل عرض في كل عرض صحيح وانا حضرت الأسامي كبيرة ومنافسة يو خرجوا ومنافسة من النهدي وشفت ناس غزوا عائلتهم وخرجوا بلايذ أذي سؤليكم شنسل وين عليش لو فهم برشة عنا برشة دي كوميديان في تونس ومانا موهوبين وكل وعاشوا عروض خرجوا في مشتر الببليك عليش ما صارتش الشوش ترهي ذي كل زكتر ما عليش على خطرتو سامبل ما لوليد زي دي جان تفهموا في حاجة مهرجين كرتر